السلام عليكم مرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله غانا ملكم واحد دغيرة في المطبخ ديالي ليهو بسيط جدا ماشي شي حاجة يعني خارقة اللي عادة مطبخ صغير و ديال الكرة يعني غير شقة صغيرة هدا هو المطبخ دياله وكيف ما كتلاحظو انا ما عنديش البلاكارات في الكوزينة يعني كوني منضطرة انني لقاحوا لول كيفاش نوضع الاواني ديالي هدا هو ستيلي كي يجبني انا قدر ما يعجبش كل شي ولكن هدا هو الجمال في الحياة انا كل واحد ودو قدياله وحنا مختلفين وكل واحد وشنو كي يجبو نتمنى ان شاء الله تستمتعوا بهذا الفيديو ويعونكم ويطيكم افكار وان شاء الله نبدو بالمدخل او الباب ديال الكوزينة مني كندخلو من الباب ديال الكوزينة كنلقاو هاد البلاكار فليدنا لي من وهاد الساك هدا او هاد ديال الخبز اللي دايما كان ساهمري ما كنتيه معايا مني كان بغي نشغل الخبز ولكن معلقة هتمة عندي هاد البلاكار هادا فدخلة ديال الكوزينة حتى فيه بزاف ديال الحاجات الفوق كيف ما كنتشوفو عندي الميزان وعندي هادا ديال المال اللي كان دير فيه الماء سخون اللي كان بغي نجن وهديك البواطة الكبيرة اللي هي عادة ديال الخبز كان شمع فيها القطاعات ديال الحلوة جميع المسائل ديال الحلوة جمعهم فيها من بعد عملة كيف ما كنتشوفو سرابت هادوك القراعي ديال الليبات عملة ايضا هادوك القراعي كل مرة شنو كن اعمل فيهم ويني حسب المتوفر وايضا هاد الماريو هادا كان بدلو ما كيبقاش في حال هادا دائما مرة مرة كان بدل هنا يا عملة مكينة ديال القهوة السكر ايلا كان عندي شيكيكا وليش حاجة كان حطه تماما والتحت هنا يا فين كان نجمع بز الأغلبية ديال الأواني ديال الطبخ ديالي عندي مجموعين هنا عندي الكيسان كيسان ديال القهوة الكيسان ديال اتاي المقالي لي كان طيب فيهم الكيسان اللي اللور كان من فيهم عادة ايما العاصير يا ايما صلطة ديال الفواكه ولتحت عندي الطبصل ديال التقديم اللي شوية مختلفين يعني كبار فهد اللون هادا وعندي الكسكاس البرما والكسكاس والتاجين اللي كان طيب فيهم هادا هوا اللي موجود في هاد البلاكار هاد الماريو هادا كي يجبني بززاف لانا ماشي غير كان نجمع فيه بزاف ديال الآواني ولكن ايضا كان بدلت ديكورات يعني في الجنب ديال هاد البلاكار عملت توابل الفوق ذوك القراعي الكبار عمل فيهم التوابل اللي كان ستعمل يوميا وهدوك القراعي الصغار توابل اللي ما كان ستعملش بزاف هنا في الجانب ديال البلاكار عمله الفران وايضا البوطة عادة كنخلي الكوكوت فوق البوطة لانني ما كيف ما كتلاحظو ما عنديش البلاكارات بزاف فهدك هو المكان ديال اللي كتبقى فيه هنا يمعلق واحد السربيتات هادك يجبت شي حاجة سخونة من الفران هادي البلاسة ديال الحوض ديال الكوزينة معلقة في هات الاشياء هادو اللي كتشوفو هنا يا في الحقيقة انا مكرهتش هادوك كان عندي المجورة بزاف كون جمعتهم ما نخليهم مش تمة ولكن انا ما عنديش المجورة يعني مضطرة انا نخليهم تمة هادو ديال اذا بغيت نهز شي حاجة سخونة هادوك الصفايات وايضا هادوك ديال المعالق اللي كان غرفو بهم الكبار ديال الطبخ هادوك ايضا شريتهم من ايكيا وهادو الصغار كنحطهم فوق الطابلة يعني ديال الماكلة فوق الطابلة يلا بغيت نغرف شي حاجة فوق الطابلة ولا فوق شي طبصل كبير ولا هادا وهادو حط فيهم الحاجة ديال الكوزينة اللي كانستعملهم بزاف حالة المقص هادا نقص الكوزينة هادي ديال العسل ايضا هادك كان قبط بها المقالي ديال الطفال ما عنده مش ليد عنده ميد واحد هو هادا كيتحييد وايضا المواس اللي جبتم معايا من المغرب هادوك الصفر هادوك القطارة ديال القهوة الكيسان ديال القهوة هادوك الطابلية ديال الكوزينة مع اللقاها تماما والفوق حط ايضا واحد المجموعة ديال الطبصل اللي تعملوهم ايضا يوميا للاكل والزلايف والكيسان ديال الماء والكيسان ديال العصير او كيسان ديال اتاي وتحت منهم كينا واحد الماكينة ديال القهوة اللي هي كتبان تماما بحقيقة ما كرهت انا نتخلص ما ديال الماكينة لانها كبيرة بساف ولكن الزوج ديالي كتعجبو فبخليها تماما هاد طابلها هادي حط فيها القهوة دياله وايضا السكر المسائل اللي كيحتاجهم في الجيهة التانية ديال الكوزينة عندي تلاجة اللي حطت فوق منا هاد الشبكات هادو الكبار او طانية جمع فيهم بزاف ديال الحاجات كيف ما كتشوفو مروونين لانا ما عندي فين عملهم كان عملهم تم ما كنتهن منهم هادا تلاجة عندي الميكرو اند وعندي هادي الطابلاء الصغيرة اللي كنت قريتكم هاد اللعبة هادي فين جمع فيها المسائل ديال الخمس ديال الحلوة فيها السكر فيها الخمس ديال الحلوة فيها البلاستيكات الورق ديال الطبخ فيها كل شي كنوريتها لكم بالتفاصيل في واحد الفيديو سابق هنا في الجهة الاخرى المقابلة مع بب الكزينة كين البالكون والجهة الثانية ديال الكزينة هي هادي اللي فيها الطابلة الكبيرة هادي هي الجهة اللي كنصور فيها الفيديوهات كيف ما كتلاحظو هنا يا فيها هات الشبكة هادي اللي كنحط فيها الخضار الفواكيه والبيض والطابلة هي هادي كنحط فيها هادو كليبات وكنحط فيها ايضا المعرق ديال الخشب جميع هاي الادوات اللي كنستعملون في الطبخ يوميا حطهم تمه وايضا العجانة هالطابلة هادي شريتها من ايكيا حتى هي وقت نفعني بزف 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 لانها جامعة بزف ديال الحاجات هذا هو الشكل ديالها فيها جوج ديال الطبقات وفيها الظور فين كنحط بزف ديال المسائل اللي ما بغيتهمش يعني ما كنحتاجهمش كل نهار هادي الشبكة بريتها لكم ايضا مرة تانية في الفوق حتى البيض والخضار والفواكه طبعا إلا بنت لي شي حاجة بدتك تجد بل شوية اما قنستعملها في هذا النهار اما قنرد في طلاجة ولكن اغلبية ما كي وقع المواله كيف ما كتلاحظونا كيف ما قد لكم على القراءة ديال ليبات القراءة ديال الزيت اللي كان طيب بها هذا الزعتر ديال المغرب جيبتوا معايا وهات المعالق وهات المسائل اللي كان طبخ اللي كانت تعمل كل نهار والعجانة كيف ما كتشوفو هنا احتى هي حطها فوق الطابلة بالنسبة لها الطابلة هادي كيف ما قد لكم اللور دياله منحطة بسف ديال المسائل هذه الكوكوت الصغيرة بعولة بلاستيكية ما كانحتاجوش وفي الجنب حطى الوصلة وايضا الكساء اللي كان نجن فيها في الطبقة اللولة حطى الديسر وهات الشبكات هادو اغلبية كنكون حطى فيهم الديسر والخضار والمسائل اللي كان كانحتاج كل نهار اللي تحت عمله هاد القراءة هادو حطى فيهم القطنية في حل دبال بيصارة اللوبية العدس الفينو كين تم السمن كين اللور هادك الحامض مرقد وهادو كل القراءات خاولين عد غسلتهم وهادو اللي كانحط فيهم الماكلة من اللي كانتشيط من العشاء الماكلة اللي كانتشيط كان جمعه كان من الفتلاجة مخليهم تمه وهادو هما البولات اللي كان نصاب فيهم الماكلة جانب هادو الطابلة الكبيرة عندي واحد طبيلة صغيرة اللي هي هادي فيها شوش ديال الطبقات الفوق عاملة طبعا هاديك الشبكة اللي فيها الخضار والفواكه وفي الوسط حطى هادو هادو الورق ديال الطبخة النشاف هذا اللي كان مسح به الكوزينة حاشا كوم هادك الميكات ديال القمامة وايضا التحت كنحط القراءة ديال الماء والقراءة ديال الحليب اللور والفوق كيف ما قد لكم عاملة الشبكة ديال الخضار بالنسبة هادو هما البلاكرات الوحيدين اللي كانوا في المطبخ وحدها عاملة فيها هادك السخان ديال الماء والتوستر اللي ينيل كان ندير به توست والخبز اغلبية كنحط الخبز تماما الشيهات الثانية هي اللي كتخلع فيها كل شي مجموع جميع التوابل فيها الزيت فيها الخل فيها كل شي اللي مكالقافين نملوك نملو في هذه الجيهة هادي ايو هادي هي الكوزينة ديالي كانتمنى اه كانتمنى يكون عجبكم هاد الفيديو كيف ما قلت لكم الكوزينة ديالي بسيطة جدا وصغيرة ماشي شي حاجة خارقة على العادة ولا شي حاجة يعني زوينة بزاف عادية ولكن انا كتعجبني ويعني حسب اللي كان عندي رضيت يعني بالطوق ديالي والحمد لله ولتكتعجبني دابا وجمع المسائل ديالي كملا اللي كانحتاجة كنتمنى تكونوا استمتعتوا في هاد الفيديو ان شاء الله نطلقاه في الفيديو القادم السلام عليكم